اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد أهل خليفة وزير الخارجية في واشنطن مع معالي السيد ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة حيث تم بحث المسار المتميز للعلاقات التاريخية الممتدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة ومنها السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والدفاعية وذلك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وأكد معالي وزير الخارجي اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات القوية والروابط المتينة مع الولايات المتحدة حيث يربط بين البلدين تحالف استراتيجي وتعد البحرين حليفا أساسيا للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف الناتو وبينهما مصالح تجارية عميقة تزداد توسعا وتطورا في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفي ظل الحرص الدائم على المضي قدما بهذه العلاقات إلى الأمام بما يحقق الخير للبلدين الصديقين وأعرب معالي وزير الخارجي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية صديقة في التصدي للتنظيمات الإرهابية وإدراج العناصر التي تهدد الأمن والسلم على قوائم الإرهابيين العالميين وما تقوم به من دور استراتيجي في حل أزمات ومشكلات المنطقة مجددا معالي موقف مملكة البحرين المتضامن مع هذه الجهود من أجل الوصول لواقع جديد يتسم بالاستقرار ويستند إلى العلاقات الإيجابية بين دول المنطقة بما يعطي لشعوبها الأمل في مزيد من الأمن والتنمية من جانبه رحب معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة معالي وزير الخارجية مؤكدا على علاقة الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات ومواصلة العمل المشترك من أجل التغلب على التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حيال أهم المستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك